جنوب لبنان حيث أنت رامز الهدوء الحذر على ما يبدو يخيم على جانبي الحدود نرصد معك أيضا المشهد هناك صحيح هذا الهدوء يخفي في طياطه كثير من القلق والترقب لما ستحمله الساعات المقبلة الجميع يتهيب الوضع هنا في جنوب لبنان سواء ميدانيا أو سياسيا كان آخر التصريحات لرئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قال أن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه وكما كان تحدث أحمد بالنسبة إلى هذه الضوابط وقواعد الاشتباك صحيح أن هناك في هذه اللحظات تهديد كبير لانهيار كل قواعد الاشتباك لكن قواعد الاشتباك هذه كان عمل حزب الله طيلة هذه الأشهر العشرة الأخيرة على تحديث قواعد الاشتباك هذه حتى في أبرز المحطات والمفاصل عندما اغتيل اثنان من كبار القياديين في الحزب أبو طالب وأبو نعمي عدل قواعد الاشتباك هذه لكن ضمن ضوابط وارتقت هذه العمليات بشكل تصعدي لكن بقيت مضبوطة ومدروسة لكن أشير إلى معادلة أخيرة كان رسمها الأمين العام للحزب قال إذا أنا ذاك بان تهديدات كبيرة للبنان بشن حرب واسعة قال إذا ما شنت إسرائيل حربا كهذه فإن الحزب سيقبل على هذه الحرب وسيقاتل من دون ضوابط ولا قواعد ولا أسطف وذكر أنا ذاك بسيناريو أن قوات الرضوان جاهزة لاقتحام الجليل وبالتالي نحن الآن أمام انتظار لهذه الضربة كيف سيكون شكل هذه الضربة هل ستتمادى إسرائيل بهذه الضربة وبالتالي أيضا منتظر أن يكون هناك رد من الحزب فهل نكون أمام جولة جديدة من القتال مرحلة جديدة أم تنزلق الأمور إلى قتال أوسع أو حرب أشمل هذا هو السؤال الأبرز الذي يرتسم في لبنان ولا أحد يمتلك جواب حتى هذه اللحظة بانتظار ما ستكون شكل الضربة الإسرائيلية أشير إلى أنه ميدنيا لفت اليوم أن عمليات حزب الله اقتصرت على عمليتين الأولى تأتي في إطار العمليات الابتدائية التي كان يشنها حزب الله منذ عشرة أشهر على موقع أو تجمع للجنود في المنارة ورد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة لسيما الغارات على البلدات اللبنانية بأيضا استهداف لتجمع للجنود في شتولة عدا عن ذلك لم يكن هناك عمليات من جانب حزب الله أما الغارات الإسرائيلية فاستمرت وكثفت هذه الغارات في ساعات المساء الأولى غارتان على بلدة عيت الشعب وغارة أيضا على طير حرفة بما كانت هناك في ساعات ما بعد الظهر غارة أيضا على الشحين إذن هذا هو الوضع هنا ترقب كبير وحذر لما ستحمله التلفزيون العربي